بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة وحييكم بتحية الله المباركة السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ألتقيكم اليوم أعزائي في حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة العربية حلقة اليوم هي حلقة استثنائية ذات أهمية خاصة نظرا للظروف التي تحيط ببلادنا هذه الأيام وما يحدث في أرضنا من انتهاكات واعتداءات فحلقتنا اليوم أعزائي عن القدس مجينة الطهري والبركة وموضوع القدس مجينة عربية إسلامية للكاتب الأستاذ الدكتور حسين محمد ربي القدس مجينة عربية إسلامية للاستاذ الدكتور حسين محمد ربي نرى أنه يصلت الضوء على القدس مدينة الصلاة فهي درة متألقة في تاريخ العرب ولها مكانة لدى الأنبياء فهي نور عين موسى عليه السلام وعشق عيسى عليه السلام وحبه ومسرى ومعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي موحدة الأجيان وزهرة المدائن لكن اليهود حاولوا تزييف الحقائق وادعوا أنهم هم الذين أنشأوا القدس غير أن المصادر التاريخية والأثرية تكشف أكاذبهم وتؤكد على أنها مدينة عربية لحما ودمى فقد أنشأها الكنعانيون منذ أربعة آلاف عام قبل الميلاد وأسموها أورسالم أي مدينة السلام وجاء بعدهم العموريون ثم اليوبوسيون ثم من بعدهم جاء الآراميون ثم الفينيقيون إلى أن جاء الفتح الإسلامي ودخلها عمر بن الخطاب رج الله عنه وأمن أهلها على أنفسهم وكنائسهم وصلبانهم وكل ذلك كتبه في وثيقته التاريخية المعروفة بالعهدة العمرية كذلك زار عمر بن الخطاب رج الله عنه كنيسة القيامة والسخرة المقدسة وأمر بأن يبنى فوقها مسجد وبذلك أصبحت القدس إسلامية وأصبح العنصر الإسلامي هو الغالب فيها وبعد قيام الدولة الأموية بدأ الخليفة عبد الملك بن مروان في بناء المسجد الأقصى ومسجد قبة السخرة وخصص لذلك خراج مصر لمدة سبع سنوات متتاليات ومن بعده جاء ابنه الوليد واستكمل ما قام به والده فصار المسجد تحفة معمارية لها خمسون بابا وسبعة محاريب ومن دلائل التسامح الإسلامي وعظمته احترامه لجميع الأديان حيث عاش المسيحيون مع المسلمين في حب وسلام كذلك كان المسلمون يستقبلون الحجاج المسيحيين في حفاوة وقد استفاد المسلمون كثيرا مما حدث للقدس على يد الصليبيين حيث انتشرت لديهم فكرة الجهاد الإسلامي التي أحياها السلطان نور الدين ابن عماد الدين زينكي للقضاء على الوجود الصليبي في بلاد الشام فقد رأى نور الدين أن الجهاد لن يجدي إلا بالوحدة الشاملة بين مصر والشام والقضاء على الخلافة الفاطمية في مصر وبالفعل تم له القضاء عليها عندما تغلب عليهم أسد الدين شيركو وصلاح الدين الأيوبي كما استطاع صلاح الدين أن يتوج أعماله الحربية بانتصاره الرائع في موقعة حطين كما دلل على عبقرية الحربية في دخوله القدس عندما أراد أن يقطع شرائنها فقام بفتح المدن الساحلية أولا ثم يدخل بعدها إلى القدس دون إراقة دماء وذلك خوفا أن تأتيها الإمدادات من جهة الساحل فلذلك وجدناه يفتح المدن الساحلية المحيطة بمدينة القدس فكان بعد ذلك دخوله إليها أمرا سهلا وفي يوم الجمعة الرابع من شعبان عام خمسمائة وثلاثة وثمانين من الهجرة دخلها صلاح الدين وصل في قبة الصخرة وفيها خطب القادي محي الدين ابن زكي الدين خطبة بليغة جاء فيها أن القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين لا تشد الرحال إلا إليه ولا تعقد الخناصر إلا عليه كذلك أخذ يدعو للجنود الذين حققوا المعجزات ودعا لهم بخير الجزاء ثم عادت القدس للسيادة الإسلامية ينعم أهلها وزائروها بالأمن والحرية حتى الحرب العالمية الأولى أن ما نره الآن أمامنا ليس هو المسجد الأقصى لكن هذه هي صورة لقبة الصخرة أو مسجد قبة الصخرة غير أن اليهود ينشرون هذه الصورة على أنها المسجد الأقصى ولكني أقول أن هذا تضليل وتزييف متعمد منهم يريدون بذلك نشر الأكاذيب وتمسى الحقائل ونعلم أعزائي أن للجميع الحق في وطن آمن يعيشون وفي أرض مطمئنة يحيون عليها وهذه الأرض بالذات لا يدرك العدو أنها هي مدينة القدس قدس القرامة قدس الأقداس وموتن الرسالات وموحدة الأديان ومدينة السلام ومدينة العدل ومدينة الصلاة وقبلة المسلمين الأولى وزهرة المدائن والآن تعالوا لنتعرف كيف تكون القدس في عيون صغارها والقدس في عيون أطفالها والننظر أعزائي إلى الانتهاكات الدائمة التي يقوم بها العدو السهيوني داخل المسجد الأقصى ذاته حيث يقومون بصنع أنفاق عديدة وأعمال حفر متكررة معللين ذلك بأن تحت المسجد الأقصى يوجد هيكل سليمان لكن هذه افتراءات حيث إنهم يريدون بذلك أهدم المسجد الأقصى ولكن هيهات لهم ولعلنا نلاحظ دائما أعزائي الاعتداءات المتكررة من الجانب اليهودي على الرجال والنساء حتى الأطفال لم يسلموا من وحشيتهم وفضاعتهم تناسوا هؤلاء الأعداء أن الإنسان له الحق في عيش آمن وفي وطن تعالوا أعزائي معا إلى هذا السؤال ما الأسماء التي أطلقت على مدينة القدس وما مكانتها لدى الأنبياء نقول أطلق عليها القدس أور شليم وبالمناسبة كلمة أور شليم أصلها كنعاني وليس يهودي كما يدعي الصهينة فأطلق عليها القدس وأطلق عليها أور شليم وأطلق عليها دار السلام ومجينة العدل ويبوس وإيلياء مكانتها لدى الأنبياء هي مجتلى عين موسى عليه السلام ومهوى قلب عيسى ومسرى ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا إلى سؤال آخر والتقرأوا معي أعزائي هذه الفقرة وإذا كان اليهود نشروا الأكاذيب وزيفوا الحقائق فيما يتعلق بالقدس وحاولوا إقناع العالم زورا وبهتانا بأنهم هم الذين أنشأوا وشيدوا مدينة القدس وأقاموا مؤتمرات واحتفالات ضخمة في الآونة الأخيرة فإن المصادر التاريخية والأثرية القديمة تكشف أكاذيبهم والدعاءاتهم الباطلة ألف من السؤال ما مرادف زيفوا وما مضاد بهتانا وما مفرد الآونة أما مرادف زيفوا أي غشوا ومضاد كلمة بهتانا بهتانا بمعنى كذبا أما مضادها صدقا ومفرد الآونة أوان نأتي إلى باء من السؤال ما المزاعم التي ادعاها اليهود تجاه القدس وبما ترد على ادعائهم من هذه المزاعم أنهم زيفوا الحقائق وحاولوا إقناع العالم بأنهم الذين أنشأوا مدينة القدس وأقاموا مؤتمرات واحتفالات ضخمة بمناسبة مرور ثلاثة آلاف عام على إنشائهم لها ولكني أرد على ادعاءاتهم بأن المصادر التاريخية والأثرية القديمة تكشف أباطلهم وأكاذبهم سؤال آخر على أي شيء تنص العهدة العمرية ولم استسنى اليهود من دخول إلياء تنص هذه العهدة على أن يؤمن أهل إلياء القدس على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم فلا تسكنوا كنائسهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضاروا أحد منهم وقد استسنى عمر بن الخطاب رجى الله عنه اليهود من دخول إلياء لأنهم يغدرون ولا عهد لهم وهذه هي طبائعهم الدائمة سؤال آخر تكلم عن التكوين الاجتماعي في القدس أما التكوين الاجتماعي فنجد أنه قد وفدت إلى مدينة القدس جماعة من القبائل العربية إلى الشام وكونت جماعات من المدن القديمة مثل دمشق وحلب والقدس ومن هنا صار العنصر الإسلامي في القدس هو الغالب بمقوماته الدينية والحضارية سؤال آخر تحدث عن جهود كل من نور الدين أسد الدين شيريكو صلاح الدين الأيوبي تجاه الوحدة الإسلامية أما بالنسبة لنور الدين رأى أن الجهاد لا يتم إلا بتوحيد الجبهة الإسلامية والقضاء على الخلافة الفاطمية الشيعية وإعادة مصر إلى الخلافة العباسية وذلك لوضع الصليبيين بين شقاي الرحى ويقصد الرحى هنا مصر والشام حيث كان الصليبيون في المنتصر أما دور أسد الدين شيريكو نجده أنه جرد ثلاثة حملات حربية لفتح مصر والقضاء على الفتن والمؤامرات وقد نجح في ذلك ورضى عنه الخليفة العباسي وأغدق عليه بسلطان مصر صلاح الدين الأيوبي تحكم في حلقة القوى الإسلامية واستطاع أن يتوج أعماله بالانتصار الرائع في معركة حطين وبعدها صارت جميع قلاع الصليبيين تحت رحمته سؤال آخر دلل على عبقرية صلاح الدين الحربية مبينا مكانة القدس لدى المسلمين الدليل على العبقرية الحربية لدى الناصر صلاح الدين أنه مضى يفتح المدن الساحلية وبدلا من التوجه لفتح القدس توجه إلى عكة وبقية المدن الساحلية وهو يهدف بذلك أن يقطع شرايين مملكة القدس ويستولي عليها بسهولة ليحرم الصليبيين من قواعدهم البحرية التي تربطهم بالغرب أما مكانة القدس لدى المسلمين فإنها تعتبر أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين لا تشد الرحال إلا إليها بعد المسجدين ولا تعقد الخناصر إلا إليه تعالوا إلى هذا السؤال لمصر دور تاريخي في أعمار القدس اذكره نقول تمكن صلاح الدين بجيوش مصرية أن يتوجه لفتح الشام والقدس بعد القضاء على الفاطميين ومنذ ذلك الحين صارت مصر حصنا آمنا للمسلمين بهذا أعزائي أتمنى أن أكون قد نقلت لكم صورة ولو صغيرة عن أهمية المسجد الأقصى وعن موقع المسجد الأقصى وعن المسجد الأقصى المكان والمكانة والمسمى وعن الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها العدو ولكن شعب فلسطين الصامد يسطر لنا عبر الزمن صورة للسمود والكفاح والتصدي وستكون إن شاء الله القدس مجينة عربية لحما ودما أصلا وتاريخا بهذا أعزائي أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته